ترجمة نانسي قنقر أو فئة معينة بل تعبر عن كل لبنان وتجسد تطلعات جميع اللبنانيين ولأن القوات اللبنانية حذرت مرارا وتكرارا من التدهور الذي تنزلق إليه البلاد ولأننا وجدنا أن معظم مكونات الحكومة تريد الترقيع والمسكنات ولا نية لديها بأي إصلاح جدي أو جذري ولأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب خطوات استثنائية وفورية عقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعا حضره وزراء ونواب وأعضاء الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية وصدر بنتجته البيان التالي أولا منذ تشكيل الحكومة الحالية ركز وزراء القوات على ضرورة أعطاء الأولوية الأولوية القصوى لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية بمقاربات قائمة على مبادئ الشفافية وبناء المؤسسات وإيجاد الحلول العملية والفورية لإخراج البلاد من أزمتها الأمر الذي لم يحصل ثانيا لقد كان حزب القوات اللبنانية الحزب الوحيد المشارك في الحكومة الذي سوت ضد مشروع موازنة 2019 لعدم تضمنها أو تلازمها مع الإصلاحات المطلوبة ثالثا بالتوازي مع مناقشة مشروع موازنة 2019 تم الاتفاق المبدئي على سلة إجراءات وإصلاحات لتتخذ ويبدأ تنفيذها قبل أقرار موازنة 2020 الأمر الذي لم يحصل أيضا وأيضا رابعا عند مناقشة موازنة 2020 طلبنا بسلة إصلاحات موازية عملية وفورية وبالرغم من تشكيل لجنة وزارية لدرسها بناء على طلبنا وبالرغم من المناقشات المستفضة التي حصلت في هذه اللجنة لم نلمس جدية كافية بمعالجة الأمور تتلاءم مع خطورة الأوضاع في البلاد على ضوء كل ذلك توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتفاقم والدليل على ذلك مجموعة الأزمات المعيشية التي شاهدناها في الأيام والأسابيع الأخيرة من هذا المنطلق قرر التكتل الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة والتأكيد والتأكيد على مطلبنا بتشكيل حكومة جديدة فعلا بعيدة كل البعد عن الأكثرية الوزارية الحالية سادسا إن القوات اللبنانية حريصة كل الحرس على الاستقرار وهي بالمناسبة تحيي الجيش اللبناني على الدور الحضاري والفعال الذي لعبه في الحفاظ على حرية التظاهر وأمن المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من جهة أخرى سابعا يشيد التكتل بهذه المناسبة بجهود وزرائه وممارستهم الحكومية والتي أصبحت مضرب مثل يحتذى به عند التطرق إلى العمل الحكومي حكيم في تداول أعلام الليلة إنه فيه اتفاع بينك وبين الرئيس سعد الحريري وزراء القوات بيستقيموا بيضلوا تصريف أعمال شو صحة هالكلام وشو تعليقك؟ غير صحيح على الإطلاق هيدا كلام من نزج خيال أصحابه فقط لغاية مثل ما عودونا تباعا كمان سؤال تاني إذا تسمح فيه تسويق بأنه استقيمت وزراء القوات بريح الوزير تسويق ونحنا بدنا شيء ونريحه ما بقى عنا يعني فئة أنه الحكومي الحالية قادرة تقوم بالمطلوب منها لإنقاذ البلاد منها المنطلق استقلنا منها أوكي يا زويت شكرا شكرا